الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معنا يا جماعة مكوة مكوة حريمي ما بتشتغلش خالص اللندة مش منورة عامل زي ما يكون ما فهاش زي ما هنشافين كده ما فهاش باور ولا اي حاجة شغالة هنفتحها ونشوف ايه اللي فيها هنفتحها كده يا جماعة طبعا السلك ده مربوطة هي بالحزام ده هنفك الحزام اهو كده بعد كده زي فين الغطة ده هنشيله كده واخد امير تقريبا كده واخد امير يا جماعة عشان مش عايزة يطلع معي بسهولة هجيب حاجة اهو يا جماعة للأسف كانت واخد امير اهي يا مجرد بتتشال كده بحاجة اهو وبتدخل كابس من الجزئين ده وده بيدخلوا يباتوا هنا وبتثبت على كده ونفس الحكاية ديك اهو يا جماعة كده الاتنين يتفكوا بيدخلوا ضغط بعد كده في مصمار هنا اهو اهو ده بنفكوا بالطريقة دي كده اهو اهو يا جماعة وفي اكس اهو ده اهو بيخرج من الايه اهو يا جماعة من اللي نحط تاني اهو كده اكس بلاستيك اهو يا جماعة وبتتفك بالطريقة دي كده ونخلي بنا من السوستة دي عشان دي هي اللي بترجع الجزئين كده بعد كده يا جماعة عايزين نبين اخر السلك بتاع الكهرباء ده اهو كده عشان نقيس سلك الكهرباء ده لان للاسف سلك الكهرباء غالبا بيبوز من كتر الحركة هنشوف كده اهو يا جماعة فكينا المصمار وبعد كده هنخرج الجزئ ده اهو كده اهو يا جماعة بصوا اهو خرجناه وبعد كده هنطلع الطرفين بتاع السلك هم سلك الكهرباء هم ونقسهم ونشوفهم هل موصل السلك موصل ولا لأ طبعا لو موصل السلك خلاص نغير السلك ده اهو نشوفه القطع في منه نعمله لو مش قطع لو سليم هنكمل في صيانة اللي هي المكوه معنا كده اهو يا جماعة الافوميتر على وضع البزر اهو كده وهنقيس اطراف المقاومة اللي هي بتاع السلك ده نقيس كل طرف لوحده ونشوفها هي اطلع شغال ولا لأ ده شغال تلع مش شغال البن يا جماعة هو اللي مش شغال اهو كده طرف البن هو اللي مش شغال اهو طرف لا زرق هو الشغال طبعا المفروض دلوقتي يا جماعة نغير السلك ده بس احنا هنشوف دلوقتي لو السلك مقطوع من قريب كده ممكن نستغنى عن الجزء البايز ده ونكمل بالسلك اللي هو راكب هنقطع كده يا جماعة احنا قلنا البن هو اللي مش واصل هنشوف كده هنا هل هو شغال ولا مش شغال اهو يا جماعة قطعنا السلك اهو وهنقيسه تاني ونشوف هل هو كده واصل ويكون القطع من الداخل هنا ولا لا نجيب برضو الافو ميتر على وضع البازر اهو يا جماعة كده اهو وهنشوف لا ده كده فاصل يا جماعة خالص كده لابد ان احنا نغير السلك ده بسلك تاني مختلف وهدور على سلك طب نشوف دي شغالة ولا لا طبع عشان نختبر الاجزاء دي كلها اسهل حاجة ان احنا نشوف نقسها بالبازر اهو بص يا جماعة مدياني مدياني مقاومة بصوا معناها ان الجزء ده كله واصل لحد هنا وفي مقاومة يعني معناها ان دي عايزة سلك بس هشوف كده سلك مناسب وارجح اهو يا جماعة لقيت سلك انتخين ها ومحمل اهو يا جماعة كده هنعريه ونشوفه الاول سليم ولا لا طبعا بالطريقة المعروفة هنقيس الاطراف بتاعته كاوم اهو اهو جماعة كده اهو اهو ونقس هنقيس الاطراف هجيب الافو متر اهو يا جماعة اهو الافو متر اهو وهقيس كل طرف تمام كده سليم نشوف البني اهو يا جماعة اهو بيقيس اهو معي مقاومة بيقيس معي اهو يا جماعة نقيسه كده كمقاومة بالبزر كده شغال البني شغال يعني اهو يا جماعة شغال اهو بديني مقاومة دوه زاهر بيعلق. نشوف واحد تاني. وارجع لكم. خلاص كده يا جماعة لقينا واحد اهو شغال. اهو. هنفك بقى السلك القديم دوك. ونوصل بيه السلكتين الجداد. اهو كده يا جماعة. بنشيل دي كده. اهو. هنجيب بقى السلك اللي هو الجديد ده. ونشيل منه كده مادة اللحام اللي عليه. مادة العزل ديك. اهو جماعة كده. ونربط هنا كده. تمام كده. اهو. وبعد كده بحطة شريط لحام. كده. ونغطيه. لو عندنا مكرونة. اول عندنا شيرينج. ماشي. بس المتوفر دلوقتي شريط اللحام. المتوفر عند كل واحد او كل واحدة. فممكن نعمله بشريط اللحام. الحاجات التانية غير متوفرة. اهو جماعة. لفنا الجزء التاني كده. وهنغطي ده برضو نفس الحكاية. اهو. اهو. ونجرب كده من بره ونشوف. طبعا كل التجارب دي على السيريال. بسم الله. الزار يا جماعة في مشكلة تاني. هيك ده. تقريبا السير كده بيعلق بيوصل وبيفصل. نرجعه تاني. نجي تشوف واحد غيره يعني. اهو يا جماعة انا تصرفت دلوقتي عشان اكمل الفيديو. ولقيت جنبي واحد ابيض. طبعا المفروض نعمله بيسود لون الاديم. انا هوريكو زي يعني بيتصلح. وبعد كده هغير هغير السلك ده. عشان يزوه طبعا مش هجيبه الله لابيض بس انا عشان مقاين ما بوصل فيديو. اهو يا جماعة. وهنوصل كده بالكهرباء بسم الله. اهو يا جماعة الحمد لله اشتغلت اهي. اه ايو كده سخنت اهي. الحمد لله سخنت. هقفل انا بقى. هقفل هوريكو طريقة التقفيل. برضو. وانا هبقى اغير السلك ده بعد كده. اهو يا جماعة كده. هنعزل برضو بنفس الطريقة. اهو. هعمل انا بقى عشان ما اطولش الفيديو. عزيقوا ارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة انا ديت تتصرف في السلك تاني اهو. وقعشته. شغال الحمد لله. هنوصل بقى بالطريقة المعهودة. اهو كده. اوصل وارجع لكم تاني. اهو يا جماعة. الحمد لله. عملت السلك. اهو. وشغال اهو. ودي الدرجات بتاعة الحرارة. من مية وخمسين. مية وتمانين. متين. متين. وعشرين. اهو بص يا جماعة ازرار ده. بينزل لدرجة الحرارة اللي انتم عايزين تزبطوا عليها. طبعا هنقفلها. بنفس ما فكناها. اهو كده يا جماعة. هنحط الاجزاء دي كده. سخنة طبعا. اهو. كده. اهو. اهم حاجة دي لان دي هتمسك السلك. اهو يا جماعة كده اهو. اهو كده. وهنجيب المصبار اللي كربتها. اهو. اهو يا جماعة كده ربطناها. اهو. بعد كده اروح ملبسين دولاك في بعض. طبعا ما ننساش السوستة. دي اللي هتخليها يعني تقرب وتبعد. اهو كده. ونكمل اهو كده ونحط كده يا جماعة لايه? اهو. زي ما احنا شايفين. ونجيب الاكس. اهو ده اهو كده. نحاول نبعد طبعا. اهو كده يا جماعة. اهو. نبعد السلك عن مصاري الاكسي ده. بسم الله. اهو كده يا جماعة. والربط. زي ما احنا شايفين بالمصمار. اهو يا جماعة اهو. كده تمام. اهو. ونجيب دولك نغطي كابس دول بيدخلوا كابس كده اهو. والتانية كابس. ونجرب كده يا جماعة بسرعة. اهو. اهو. اهو يا جماعة منورها اهي? 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 اهو? وبقت مية مية وبتسخن ونديها للزبون طبعا بتزود وتنقص الحرارة بالمفتاح ده. وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.